كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا مولانا الملك هادد بن بدد الكبير ما الذي أتى بك يا طيفور عندي بشارة طيبة يا مولاي قل ما عندك واختصر أخذنا أربع سفن جديدة أربع سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة خذوا كل السفن غصبا من أصحابها يبدو أن عاصفة تهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا سك أطو الأشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت ما هذا هل عميت إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ إن أسطول الملك هدد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحدا بل يعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاح وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان روحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيرا من ناس هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهم السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحا من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجرا حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خربت السفينة سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا سكر كيف سنأكل؟ ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئا يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها مننا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟ هذا بفضل الخضر لو لأنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صنف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غادر السيدنا موسى السفينة مع الخضر سيدنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيسور حيسور أين أنت يا صغيري؟ أخفض صوتك قليلا يا إلية أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام؟ لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك أرجوك أن تبحث عنه قلبي أحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك ماي حلوى كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيسور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة حيسور أجبني النجدة ماذا جرى له؟ هل أغمي علي؟ بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قتله؟ لا أدري ماذا حدث لوالدي؟ لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمض عيوننا في لعبة الإختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إلي ألا زلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتله يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهم سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب ما زاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما أحتجد ما إلي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابق بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير نعم يا سيد عميهود يا مشكاح السعر مرتفع لن تبيع شيئا ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبينا يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح مات؟ لا 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 لمن تتركنا يا أبي؟ هذا الصراخ يؤذي الميت يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال نعم علينا أن نفكر في دفنه أولا ولكننا صغار ونحتاج إلى معاونة بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة كان بودي أن أقف بجانبكما ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى ها يذهب إلى جار آخر بإذنكما حرارة الشمس تضر صحتي هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا سنحاول مع آخرين وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجبة جاه أبينا آه تعبنا اليوم كثيرا المهم أننا دفلنا أبانا وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز حسنة قليلة لامرأة مسكينة ليس لدينا ما نقدمه لك لا يا خالة انتظري لدينا بعض الخبز والماء صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء لكنه يصلح للأكل شكرا على كل حال سأموت من الجوع يا أخي لا تذكرني بالطعام أرجوك ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو ري الأغنام أو أي شيء أفكر في السفر وهجر تلك القرية لا كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه نبيعه ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليه السلام تلك القرية وطلبا طعاما لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما يا للعجب إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء مهما يكن من أمره فلن نعطيه شيئا إلا بأجل سمعان سمعان استيقظ بسرعة ما الذي حدث؟ جدار البيت فيه شق كبير هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة انظر انظر بنفسك يا ربي سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه لنسرع إذن إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات ونحننا لم نك شيئا منها نسأل الجيران الجيران مرة أخرى لن نخسر شيئا فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه ألم أقول لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟ لا فائدة هيا هيا بنا يا سمعان هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتين رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة والآن يأتين صبيان يطلبان المساعدة ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه وسيدنا موسى واقف ينظر إليه متعجبا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا شكرون استيقظ بسرعة انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ كيف يفعل ذلك؟ وقد رفض أهل القرية إطعمه هو وصاحبه بالأمس لا أدري المهم أنه أصلح البيت ووصل الصغيران إلى سن الرجولة آه بيتنا الحبيب مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو الحمد لله أفاض الله علينا بالخير العميم ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم ولكنني أنتظر وانتسبقني فأنت الأخ الأكبر في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء افسحوا لي الطريق ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ اسخروا مني اسخروا سأذهب إلى الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهم ليبني بيتا أكبر منه وأوسع وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد إذن نأتي معك بكل تأكيد الجار للجار بيت جديد وطعام للفقراء خسارتان في يوم واحد ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون؟ لا أشعر بأي تعب يا أخي ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر إنها ليست صخرة انتظر انتظر حتى أساعدك إنه لوح ضخم من الذهب كان أبوكما غنياً الآن عرفت أين وضع ثروته انظر إليه جيداً إن عليه كتابة أستطيع أن أقرأها بوضوح اقرأ بصوت عال عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن يا الله هذه النصائح هي الكنز الحقيقي انتظر عليها كتابة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله محمد؟ لم أسمع به من قبل لكنه مكتوب فوق لوح الذهب ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا وإلا غرر الذهب وما فط أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس قتادة يا زوجي الطيب ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله يا سهيلة إنهم مثلنا لا يملكون شيئا ولو كانوا يملكون طعاما لا اقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرى القدور تغلي فوق النار لا يوجد بها غير الحصى ها؟ ها فهمت يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم الحمد لله على كل حال قتادة سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد نعم أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا أعرف قصة الدرع ما يعنيني الآن هو الطعام أخجل أن أطلب منه يا سهيلة كيف تخجل وهو عمك حسنا سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل وسيفهم بالتأكيد أرجو ذلك يا قتادة تصبح على خير أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا هذه الروائح يا طغمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد أعوذ بالله من هجار السوء هذا يا إخوتي في الله دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكينية طعمة اسمعوا يا أحبتي في الله الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله خير أي خير يأتي؟ وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز أظن هذا هو المكان ترجمة نانسي قنقر من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله يا طعمة ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي؟ ولم يرد علي السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون انظر يا قتادة لقد تخبوا الحائط وصرقوا ثرواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إهدأ يا عمي سرقوا الدرع الغالية لا بد أن نسرق من أدائنا من الخزرج لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة ومن يكون السرق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج الأفضل أن أبلغ رسول الله إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم قد علم رسول الله أنني سارق الدرع هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق لم نقل لك أن تسرق يا طعمة هذا خطأك أنت ليس هذا وقت اللوم أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت ما هو حق؟ ستعيرنا قبيلة الأوسي ما حيينه وما العمل؟ ادفن الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي أحسنت يا مبشر سيتهم هو بالسرقة بدلا مني ها؟ ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق هذا لن يحدث أبدا أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة لا تضيعوا وقتكم يا سادة أنا لم أسرق شيئا أعيد كل شيء مثل ما كان لا يوجد شيء في البيت لعله أخفى الدرع خارج البيت أمامكم جبال يثرب كلها فتشوها حجرا حجرا لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة لا أدري هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان هناك آثر لدقيق منثور استمر في الحفر ها هو الجوال وبداخله الدرع لا أفهم شيئا كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زي؟ اسموتي أياتها الحمقاء إنها تمزح آه أردت أن تستأسر بثمنه وحدك أليس كذلك يا زيد؟ قلت اسموتي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قتادة ألن تأكل شيئا؟ الحمد لله لا أشعر بالجوع إنه طعام حلال لقد أثمرت النخلة بفضل الله وجمعت لك منها هذا التمر الطيب كلي أنت بالهناء والشفاء لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شؤالا على كتفه أو خيل لي أني رأيته ألست متأكدا مما رأيت؟ مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلا من المسلمين دون بينة أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة ولا تحمل نفسك فوقك أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآنا يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد كنا على ضلال يا أخي كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم فلم نستمع لشكوى البريء نعم تحكم فينا الهوى فكان من السهل أن نضل لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا فإياكم والظلم ولا تتهم الناس بالباطل لقد صدق الله والدرع لله أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهيب ثمنها لإطعام الناس زيد أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني سارق يا رحيل سامحني يا زوجي رأيت الجوال بعيني مدفونا في خضيقتنا أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعي لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم ألا تفكر في الأمر؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حييت وربي موسى وهارون إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس لا يجعلني في حيرة دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قلت لكم إن الكاذب يهلك صاحبه كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسل أن يسامحنا كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروقة من الأوس والسارقة من الخزرج ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة لست أفضل منكم حالا لقد كنت كالشيطان الأخرس صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله لكنني كتمت عنه شهادة الحق يا ويلنا مما فعلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون كان السامري رجلا بارعا في التأثير على الناس حسنا بكت إيزيس طويلا على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري سيد حليم هذه عاشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام يجب أن تنتهي من صناعة التماثيل الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي ثق بمساعدك الأمين انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتك في الثرثرة صدقني ساعة الحظ لا تعوض اجلس يا سيدي اجلس وجرب هذا الطعام اللذيذ والتماثيل من يصنعها؟ لا تخف اجلس اجلس تفضل للطعام يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضا وأسمع دبيب النملة وبصري أحد من عين الصقر كل هذه المواهب ولا حظ لي لا تبالغ في تقدير نفسك المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه معك حق موسى هذا رجل خطير لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد ولكن موسى ينتسب إلينا إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا يحيرني أمر موسى كثيرا سأذهب لأنام الآن أحسنت صنعا يا سامري انظر إلى الأعلى هؤلاء هم السحرة الذين عاصوا الفرعون نعم أراهم بوضوح كأنما الفرعون يتواعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته أرى أن الفرعون ينتهي يكاد يعلن هزيمته أمام موسى لا تغرك أجساد السحرة المعلقة إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين لا أفهم منك شيئا لا يهم أن تفهم المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى صدقني يا ميخة سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون لا زلت لا أفهم ما رأيك يا سيد حليم رأيي أن موسى على الصواب وأنه نبي مرسل وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك لقد آمنت برب موسى وهارون وأنا مثلك سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به فإذا ربح موسى ربحنا معه وإذا خسر تركناه يخسر وحده هيا أسرعا ليس هناك وقت النبي موسى ينتظرنا ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟ هل ستعودين للثرثرة؟ الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي يقتل الأطفال ويستحي النساء لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى قولي لها هيا يا سامري سنهلك أوشكت على الانتهاء يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ هل تتصور أنك ذاهب إلى عمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب أسرع إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير إذا أردت نصيحتي أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون حسنا هيا هيا بنا لنلحقهم إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا أصمتي يا موتا حتى نسمع أوامر نبي الله موسى وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم وأمر قومه أن يعبر البحر أوامر النبي واضحة أعبر الماء من المكان الذي شقته العصى أسرع أصوات خيول الجنود تقترب النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال أسرع يا سامري إلى الماء إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير ألقيه وانجو بحياتك لا يمكن ماذا تقول يا رجل ليس هذا وقت المجادلة سأنجو بنفسي آخر ما كنت أتخيل أن أسير وسط الماء لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه لقد أحسن باتباع النبي موسى أين السامري يا ميخة؟ سيلحق بنا هل تركته وحدة؟ لقد سبقته إلى نزول الماء فقط افسحوا الطريق للضعفاء ليساعدني أحد على حمل سرتي أنا أعينك يا سامري وأنا أيضا الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين هل رأيت؟ هل رأيت شعاع المضيء؟ عن أي شيء تتحدث؟ ألم تبصر معي الحصان القوي؟ حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟ يا لك من أحمق لن تفهم أبدا أنت تتحدث بالألغاز يا سامري يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري ومن الحكمة ألا أتحدث عنها سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي سأكون خلفك بعد لحظة إنني متأكد مما رأيت يا له من كائن مدهش لم أستطع النظر إليه من شدة النور أين يكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها بعدها عاد السامري منضما لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا أين كنت يا سامري؟ أقلقتنا عليك أنا بخير لم يحدث شيء هل غرق الجنود من خلفنا؟ نعم غرق الجميع فرعون وهامان وجنودهم الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق أسرعوا يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء توقفوا عن السير أمر نبي الله موسى بالراحة هنا اختيار رائع المكان هنا آمن انظروا هناك نار في أسفل جبل بالتأكيد أشعلها شخص ما لنذهب ونستطلع الأمر أليس من الأدق؟ أن نسأل نبي الله موسى أولا؟ نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا السامري على حق لن يغضب نبي الله من أمر كهذا انظروا إنهم يعبدون صنما نعم إلههم واضح أمام أعينهم ليت لنا آلهة مثله نعم آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثل ما تعودنا آه إنني متعب للغاية متعب وضمآن وأنا أيضا أشعر بالضمأ والجوع ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك دعا ربه فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض فانفجرت منها اثنتا عشرة عينا وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء الحمد لله حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل أيتها الحمقاء إنه زاهب لميقات ربه وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة وماذا نفعل إذا احتجنا أن نسأله في شيء لقد ترك أخاه هارون وهو وزيره ونبي مثله ويعرف كل تعاليم الدين سامري أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل ماذا تريدين يا ريمة؟ أهذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن نعم لكن إذا احتجت شيئا يمكنك أن تستشير أخاه هارون لست في حاجة إلى استشارة أحد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا من؟ السامري؟ ألازلت مستيقظة؟ بل إنني نائم نم أنت أيضا كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ سأستنشق بعض الهواء النقي لا يا سامري أنت تكذب علي ليس التنزه هو مقصدك وما هو مقصدي إذن؟ أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق الثلاثين ليلة نعم نعم هو ذلك هو ذلك قل لي يا ميخة أين الفأس؟ بجانب الخيمة؟ الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم سأصنع شيئا ليس له مثيل في الدنيا بأسرها سامري أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكم إلى أين تذهبان؟ إلى اليوم سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها عظيم ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل ولكنه مع ربه أشك في ذلك لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه لا تخشى عليه شيئا إنه نبي الله ثم إنه قوي البنية عظيم الحكمة ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل السامري معه حق هذا واجبنا انظروا ما هذا؟ سمعت صوتا كأنما عجل يخور العجل هناك عند الجبل تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له انظري يا مرسى إنه يشع نورا ويخور أيضا أخيرا أصبح لنا إله نسمعه ونراه ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد وقد ذهب إليه رسوله موسى كم هو جميل اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين هل أنت رب موسى وهارون؟ هجبني أيها التمثال الذهبي لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل وتأدب استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع أنت تخدع الناس يا سامري ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري ومن أين جاء التمثال الذهبي؟ لا أدري أيضا ولا زلت تعاند وتكابر؟ لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون كثر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق أنت تسير الفتنة يا سامري إذن تركنا ولا تفسد عبادتنا هيا أنت مغضوب عليك إنني أحذركما لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب لا أدري من أين جاءوا به وماذا كان جوابه؟ قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرختي ولا سمعوا تحذيراته المتكررة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟ الهواء لا يتحرك ماذا؟ أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح كلامك جميل رغم أن لي لا أفهم شيئا انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس صدقت يا كبير الكهنة يا قوم توقفوا عن هذا العبث ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل عاد؟ ماذا؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل فغضب أشد الغضب فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كيف عرفت أنه غاضب؟ ألقى ألواحا كانت في يده وأخذ برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته وماذا قال له هارون؟ قال له النبي هارون يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا عظيم عظيم مدام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي إلى أين تذهب يا سامري؟ تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم فما خطبك يا سامري سأحكي كل شيء لقد بصرت بما لم يبصر به كان الملك الجليل جبريل بيننا فقبضت قبضة من أثر مكان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا صمتا إن النبي سينطق بالحكم قال موسى عليه السلام إذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق هذا أمر نبي الله يتركوه وحده حتى يموت بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة حكم على أداة الفتنة بالنسف أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم هذا يكفي هيا باعوا هذه الأجزاء في النار القارب معد لنقل الذهب المسحول إلى الماء ميخا باجرما انظر إلي إنني صديقكم السامري كأنك لم تسمع شيئا بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب لماذا لا يجيبني أحد إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع ولا يمكنني أن أفعل كل شيئا بمفردي سأهلك بهذه الطريقة امضي سريعا دون أن تنظر إلي بكل تأكيد لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيلي لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ وعم قليلا سيصيبني الجنون من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض وخير ما فعلنا أننا زرعنا تلك الأرض بالخير ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه صحيح ألا تلاحظون غيابه؟ نعم نلاحظ منذ أسابيع لم نره بيننا ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام ترى هل مات أم ما زال حيا؟ هذا أمر لا يعنين لقد حكم الله عليه ولا راد لقضاء الله دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماما ونحتفل بإسمار الزرع ونقتسمه بيننا لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين سيأكلون قبل أن تمتد أيادينا إلى ثمرة واحدة أشعر بألم شديد في رأسي يبدو أنني محموم ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد وأعيد صناعة العجل لا أقوى على الحركة لا أقوى على الحركة ولا ولا الكلام قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله كه الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما في بيت من بيوت بني إسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حنى لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالزرية الصالحة يا إلي سبات آمين يا رب كنت قد نذرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنسى ما هذا التفكير العجيب إننا أمام الله سواء ولكن الزكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمل الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم؟ اسم جميل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم لقد أنجبت السيدة حنى مولودتها مريم وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم وتحدث نبي الله زكريا فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها زكريا؟ هل قلنا سنقترع مرة واحدة؟ أم ثلاث مرات؟ لم نحدد إذن هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب إلى النهر أفضل سأقذف الأسهم الخشبية في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظلنا قلنا الذي يسير مع التيار بالضرع أن يتق الله ولا يلجأ إلى تلك الحيل سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا لا مفر من إعلان الهزيمة يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهة العجيبة لا أدري نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوته قبل أن أبدأ في الصلاة ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا لا أدري حقا يا خالتي هو رزق وهابه الله لنا كلي هنيئا مريئا يا لها من فاكهة لذيذة لم أدق في حياتي مثلها أرجوك احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام سأترك شيئا من الطعام إذن الحمد لله لا أشعر بالجوع مطلقا أنت لا تأكلين شيئا يا مريم ومع هذا أشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا أنت مباركة يا مريم لا تبالغي يا خالتي إنما أنا أبت من إماء الله أرجو رحمته ادعي لي أن يجزقني ربي من فضله وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام أعلم ولكني أطمع أيضا في دعائك لي اللهم احسن قوفنا بين هديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله أن ينجب ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي ليس بعيدا على الله الكريم كلي أنت الآن بحاجة إلى الغزاء لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك هذا أمر لا أفكر فيه أبدا لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد أعرف ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا كلميني عن مولودك أنت يا خالتي هل فكرت ما في تسميته؟ يحيا هكذا سماه الله الله هو الذي اختار له الاسم نعم أوحى به إلى نبي الله زكريا يحيا لم يطلق هذا الاسم على أحد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري ما هذا؟ من أنت؟ طم أنهى الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل خالتي أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطيرا ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان بمقدوري أن أتحدث افتح قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل وهو اختيار فيه مجد وتشريف وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة عباداتي وخلوتي مع الله أما الآن فالأمر يختلف كيف؟ إن جابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهم الله وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذب نفسك يا مريم يكفي أن تكون طاهرة عند ربي العالمين يعلم الله أني لا أخشى على نفسي وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي ربما يحاولون إيزاءه هل بدأت تشعرين به؟ نعم هو إحساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي ربما تكون فتاة طيبة كأمها لا إنه غلام أخبرني الملك الكريم بذلك آه يا ربي ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ ليتني مت قبل هذا ونسيني الناس وضعت العذراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما أجملك يا بني وما أشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وكنت نسيا منسيا الله ما أجمل مذاقها قال لها عيسى عليه السلام أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي كيف لا أشغل بالي يا حبيبي إن إن جابي لك في نظر قوم آه لا أدري ماذا أقول قال عيسى عليه السلام لا تقولي شيئا كيف وبماذا أفسر لهم الأمر قال عيسى عليه السلام إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا واترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر انظر يا أروبا أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم ما ستحمل بين يديها أظنه طفلا رضيعا ربما هو يحيى بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيى وصار يمشي وحده رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري إن مريم تعتزل الناس جميعا فمن أين تأتي بطفلين؟ لا تصدقي كل الظواهر يا إيدال من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحدا من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أسمتي وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم لقد فعلت منكرا عظيما ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوما من البغايا كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا المولود يتكلم إنه أفصحنا لسانا ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أظن الأمر واضحا لا داعي لبقائنا اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة الحمد لله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصل إلى أرض بها زر وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حسرون حسرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ينضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي إنني فعلا أطوق للنوم بعد رحلة طويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليأكن هيا إلى النوم لنصيك كذا مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 آه ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ قد دمر أرضي وتجارتي؟ قد أصبحت مفلسا بسببهم إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخرافة حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخرافة محصول جاره في الحقيقة كنت نائما استبد بيها التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه وتسرق حرث الآخرين صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب للأسف ليس عندي مال أعودك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى لي رعاها ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة؟ أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصروم بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثي ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أوضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيا العادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين